أنا هسا قمت أخاف قمت أرجف لأنه الكحاشنستة ناس الخالدي هددتني أنا هسا يعني أخواني عذروني أنا أندق بالسياسيين أندق بالمسؤولين أندق بالموظفين الكبار بس أخاف من الكحاشنستات كل شي أخاف فعذروني بعد ما قدم برنامج وآني رح تحجب وقعد بالبيت على موظفين لك حاشنستة ناس الخالد نطوني ناس الخالد هشوف شون هددتني أنت ما لك علاقة عسا ما تشعل الكرة الأرضية كلها أنت ما تتدخل أنت كلك خلق واحد ملفتك معرف أي قناة يوتيوبرية طبعا ولكنت قناتها ضائية فهذا منستفادة من اللي تتحجي عليهم للي قاعد تتحجي عليهم والظاهر منطيك فلوس فهذا إلسانك شوي أضبه أحسن ما أتعامل وأغير تعامل أنت ما لك علاقة حلو حلو تعاي 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 أنا بطلت ما أعتزل ولا أتحجب تعاي 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 وقفة أولا أنت هسه وهذا دليل أنت هسه اتهمتيني اتهام أنه أنا ما أخذ فلوس ما أخذ غشوة وهذا واحدة أحطها بين قوسين أنا وعدت وزارة الداخلية لجنة بلغ تمام أنه كل يوم رح أنشر فيديو لصاحبات المحتوى اللي وزارة الداخلية تريده حتى شوية لمشن حتى شوية تستشنن حتى شوية ثقلا المهم فإلى وزارة الداخلية إلى السيد سعد معا ها انت مودة تدور ومسوي لجنة على المحتوى أنا جايب لك محتوى يلا انطوني بحملة تبلغ دنبلغ على هذا المحتوى إلى وزارة الداخلية وإلى كل عراقي انتم متريدون محتوى هذا محتوى انطوني المحتوى يا أستاذ سعد معا عيني سيادة اللواء ترى إحنا خلينا طوط هي ما كانت حالة طوط وتدريش قالت عالي مزاجي عالي هذا المحتوى سيادة اللواء ها وإذا حضرتك ما تصدق واللجنة ما تصدق انت رحت قفلة حساب يوتيوبر اللي هو حسحس مو اسمه اي قفلة حسابه اللي تقول يقدم محتوى تافه وحلت ناس للمحاكم تقول يقدم محتوى غير محترم بس بالنسبة اللي عالي مزاجي عالي وهذا على اليوتيوب مالتها تمام سيادة اللواء وهذا الفيديو لأنه قالت كل من ببالي واصل عشرة مليون تمام فتحياتي إلتش والنسبة للشيبة اللي تقولين أنا احترمتك الخاطر الشيبة إلتش يولي هاي موضة تحلمين انت تلزمي شعراية من عدها؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة